أجواء حماسية بيعيشها كل عشاء الكورة كل أربع سنين نجوم العالم يجتمعون ومعاهم أفضل المدربين جمهور الكورة هي كمان تتجمع حوالين نفس البطولة والهدف بالتأكيد دايماً واحد وهو رفع الكأس الزهبية ساعات قليلة وهتنطلق بطولة كأس العالم 2022 البطولة اللي انطلقت في سنة 1930 لكن حكاية تأسيسها بدأت قبل كده بسنين كتير وتحديداً سنة 1904 لما الاتحاد الدولي في اجتماعه ناقش فكرة إنشاء البطولة تحت مظلة أو مظلة منفصلة عن الأولمبيات تكون خاصة بالكورة وبس لكن اللجنة الأولمبية رفضت عشان تيجي سنة 1921 وترجع الفكرة تاني على إيد المحامي الفرنسي جول ريميير رئيس الاتحاد الفرنسي وقتها وبعد دراسات طويلة انطلقت البطولة فعلاً في 1930 في 1930 كانت أول بطولة كأس عالم في الأرجوية بمشاركة 13 منتخب وقدر صاحب الأرض يفوز بالبطولة الأولى في التاريخ على الأرجنتين في النهائي 4-2 استضافة إيطاليا كأس العالم ليكون أول منديال في الأراضي الأوروبية والمرة دي كانت بمشاركة 16 منتخب وتلعبت البطولة بالكامل بنظام خروج المغلوب ابتسمت الأرض لأصحابها للمرة السنية على التوالي وحقق المنتخب الأتزوري اللقب على حساب تشيجو سلوفاكيا في النهائي بعد الفوز 2-1 البطولة دي شهدت أول مشاركة عربية في كأس العالم وكانت من نصيب منتخبنا المصري قدر فيها عبد الرحمن فوزي يسجل أول هدفين عربيين في مرمى المجر جت سنة 1938 واستمر كأس العالم في أوروبا بعد ما استضافتها فرنسا ونجح منتخب إيطاليا في الحفاظ على اللقب للمرة السنية على التوالي بعد ما فاز على المجر 4-2 عشان يكون أول منتخب في تاريخ المنديالي حقق البطولة مرتين متتاليتين البطولة دي شهدت انسحاب كل المنتخبات اللاتينية باستثناء طبعا المنتخب البرازيلي اعتراضا منهم على استضافة بلد أوروبي للبطولة للمرة السنية على التوالي توقفت بطولة كأس العالم بعد كده واتلغت نسختين 1942 و1946 بسبب الحرب العالمية السنية رجع المنديال مرة تانية في 1950 في البرازيل بنظام جديد للبطولة وهو ان المنتخبات تتقسم لأربع مجموعات نجح منتخب أرجوية حق البطولة السنية في تاريخه البطولة دي شهدت يمكن حدث غريب جدا وهو انسحاب منتخب الهند من البطولة بسبب رفض الاتحاد الدولي انهم يلعبوا حافين السوسرا استدافت بعد كده البطولة اللي بعدها في 1954 ومعاها يرجع البطل يبقى أوروبي مرة أخرى بعد ما حققت ألمانيا الغربية اللقب على حساب المجر فيه النهائي بنتيجة 3-2 وفي 1958 استدافت السويد البطولة واللي كانت وش السعد على البرازيل عشان تحقق أول لقب كأس عالم في تاريخها بعد ما فازت في النهائي على السويد بنتيجة كام 5-2 اللي كان مميز في البطولة دي ظهور الجوهرة البرازيلية طبعاً بليه؟ أول مرة يظهر في هذه البطولة عشان ياخد جائزة أحسن لاعب وباكتساح في سنة 1962 استدافت شيلي البطولة وقدر منتخب البرازيل يحافظ على لقبه بعد ما فاز على شيكوسلوفاكيا بنتيجة 3-1 وفي سنة 1966 رجعت الكورة لمهديها مهديها زي ما بيقولوا واستدافت إنجلترا اللي اخترعت الكورة في الأساس البطولة الأول مرة في تاريخها ومعاها فازوا بالمونديال الوحيد في تاريخ إنجلترا على حساب ألمانيا الغربية بنتيجة 4-2 وألمانيا الغربية وقتها كان منتخب لا يقهر إطلاقاً وسنة 1970 استدافت المكسيك المنافسة ونجحت البرازيل في إنها تحقق المونديال بعد ما فازت على إيطاليا في النهائي بنتيجة 4-1 ومعاها يحقق بليه؟ ثالث كأس عالم ليه؟ عشان يبقى إنجاز تاريخي لسه حتى هذه اللحظة منفرد به ألمانيا الغربية فازت باستدافة النسخة اللي بعد كده في 1974 وقدرت كمان تحقق اللقب الثاني في تاريخها بعد ما فازت في المباراة النهائية على الطواحين الهولندية 2-1 بعد كده في 1978 استدافت الأرجنتين كأس العالم وفعلاً اتحقق الحلم وفازت الأرجنتين بأول كأس عالم على حساب هولندا الأرجنتين كانت خطوة أولى عشان اللي بعد كده خطوات عظيمة في سنة 1982 استدافت أسبانيا البطولة لكن بشكل جديد بعد ما زاد عدد المنتخبات إلى 24 منتخب قدرت إيطاليا بقيادة العظيم طبعاً باولوروسي إنها ترجع مرة تانية وتبقى بطلة العالم على حساب ألمانيا الغربية 3-1 في 1986 وقلت لكم إن الأرجنتين جاية كانت في المكسيك البطولة وكان وشها حلو على المنتخب الأرجنتيني بقيادة الأسطورة ديجو أرماندو مارادونا عشان يحق المونديال الثاني تاريخياً للمنتخب الأرجنتيني اللي ممكن نعتبره المونديال الأكثر جدلاً بعد ما سجل مارادونا هدف التأهل ضد إنجلترا بإيده في اللقطة الأكثر جدلاً يمكن فيه تاريخ الكرة بالكامل يفوز الأرجنتين أو تفوز الأرجنتين بالمونديال على حساب ألمانيا 3-2 ووقتها خرج ديجو أرماندو مارادونا في التصريح الشهير لو كنت شفت الكرة دخلت بإيدي للمرمى فهي إيد الرب ربنا هو اللي ساعدني إننا لدخلها في المرمى طبعاً التصريحات أصارت الجدل حتى هذه اللقطة صدافة إيطاليا بطولة 1990 بعد كده وقدر منتخب ألمانيا إنه يعود تاني لمنصات التطويق ويفوز في النهاية على الأرجنتين عشان يرد للأرجنتين خسارة المونديال الماضي مونديال 86 كاس العالم ده كاس العالم 90 كان مميز دينا جداً طبعاً كمصريين لأنه شهد الظهور الثاني للفراعنة في المونديال وعدالة السماء اللي نزلت على استاد باليرمو ضد هولندا بعد كده أمريكا في 1994 صدافة النسخة ديات من المونديال ونجح منتخب البرازيل في الفوز بالبطولة الرابعة في تاريخه على حساب إيطاليا بدربات الترجيح ومن ينسى ضربة روبيرت باجيو الشهيرة ومن ينسى طبعاً رأس بيبيتو روماريو الشهيرة رأسة السامبا والأداء الكبير للمنتخب البرازيلي في هذه البطولة 98 وقيمة واحدة من أجمل بطولات كأس العالم يمكن في تاريخ كرة القدم صدافتها فرنسا بنظامها الجديد بمشاركة 32 منتخب ونجح أصحاب الأرض المنتخب الفرنسي في أنهم يحققوا أول منديال في تاريخهم بقيادة الأسطورة زين الدين زيدان بعد طبعاً مفازو على برازيل رونالدو 3-0 في النهائي في وسط توقعات كبيرة أن البرازيل هذه النسخة لا تقهر وأي منتخب هيلعب قدام البرازيل هيحصد البطولة خاصة أن البرازيل في 98 كل نتائجها كانت رائعة باستثناء المباراة النهائية اللي اكتسحت فيها فرنسا المنتخب البرازيلي بضربطي رأس رائعتين لزين الدين زيدان جاءت سنة 2002 وشاهدت زواهرها تاريخية بعد ما يتلعب كأس العالم في دولتين وهما كوريا واليابان لأول مرة دولتين ينظموا البطولة إذن المنتخب البرازيلي أنه حقق البطولة الخمسة في تاريخه بعد ما فاز على ألمانيا في النهائي 2-0 في بطولة كان بطالها الأول طبعاً الظاهرة رونالدو مش بس عشان أداءه الرائع جداً وحصوله على لقب الهداف كمان عشان قصة شعره الشهيرة جداً في هذه البطولة هداف البطولة البرازيلي الكبير أفضل مهاجم يمكن في التاريخ الظاهرة رونالدو بتمن أهداف ده في 2002 جاءت 2006 وكان أو كانت ألمانيا المستضيفة لهذه البطولة إذن المنتخب إيطاليا بجيله التاريخي أنه يخطف المنديال من فرنسا في النهائي بضربات الترجيح ونطحة زيدان الشهيرة لمترازي في اللقطة الأبرز في البطولة عشان يبقى مشهد الختام لقائد الديوك هو طرده من هذه البطولة البطولة اللي بعدها حصد المدافع الإيطالي الكبير فابيو كنفارو على لقب أفضل لاعب في العالم مدافع هو أفضل لاعب في العالم بعد مقاد إيطاليا لهذه البطولة الكبيرة بعد 18 نسخة كأس عالم استضافة الكارة الأفريقية أول بطولة لها وكانت في جنوب أفريقيا في 2010 واللي قدر منتخب إسبانيا بجيل برشلونة الشهير أنه يحقق لقابها لأول مرة في تاريخه بعد ما كسب المنتخب الهولندي في المباراة النهائية واحد سفر إسبانيا وقتها كان عندها جيل خرافة كسب كأس العالم 2010 وبعدها اليورو كمان عملوا إنجاز عظيم جدا في فترة رائعة جدا للمنتخب الأسباني في 2014 استضافة البرازيل للبطولة واللي تحول فيها الحلم لكابوس البرازيل تستضيف البطولة وتخسر على ملعبها أمام المنتخب الألماني سبعة واحد في نصف نهاية البطولة وقدر يحقق اللقب على حساب الأرجنتيني المنتخب الألماني بهدف ماريو جودزا الشهير عشان تبقى حصرة ميسي على ضياع الكاس هي لقطة الختام في هذه البطولة بعدها في البطولة الأخيرة صدافة روسيا نسخة 2018 وكانت مميزة بالنسبة لينا لأنها شهدت مشاركة مصر السالسة في تاريخ المونديال وتسجيل الأسطورة محمد صلاح رابع الأهداف في تاريخ مشاركتنا وانتهت بتحقيق الديوك الفرنسية للمونديال الثاني في تاريخهم على حساب كرواتيا فيه النهائي أربعة واحد في جيل بوكبا وكانتي وجريزمن وانبابيه ولوريس وأسماء كبيرة جدا في تاريخ فرنسا النهاردة موعدنا مع أول بطولة عالم على أرض عربية ومش هتكون الأخيرة إن شاء الله توقعات لمنتخبات كبيرة زي فرنسا والبرازيل والأرجنتين إن حد فيهم يحصد البطولة وتفضل البرتغال وبلجيكا راهان محسوب بس في المقابل إحنا مستنيين مشاركة عربية كبيرة لمنتخبات السعودية والمغرب وتونس وقطر ننتظر أيضا مشاركة أفريقية محترمة للكاميرون والسنغال وغانا بطولة يجتمع فيها كل نجوم العالم بطولة وداع أساطير الكورة يا سادة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي